ليه شيخ حمده مبدئياً يعني طبعاً احنا قلنا أنه في نصوص خرآنية وكذلك كعدد من الأحاديث الشريفة بتتكلم عن الصدقات وفضل الصدقات فعايزين مبدئياً نعرف الناس يعني صدقة الفرق ما بين الصدقة والزكاة وازاي ده ممكن يكون ليه الأثر البالغ على فكرة اللحمة والتربط ما بين أبناء المجتمع ككل بسم الله والصلاة والسلام وعلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد احنا محتاجين الموضوع ده خاصة في الأيام دي يا أستاذي شام نتكلم عنه نعم ويعني أرجو من كل الإعلميين والسادة المشاهدين أن احنا نضع هذا الموضوع في باب الأهمية نعم اللي هو الصدقات والتكافل خاصة في هذه الأيام وأفضل الصدقات بتبقى في هذه الأيام أيام المحن أسأل الله أن يرفع عنا البلاء والوباء اللهم أمين بالنسبة للصدقات هي أعام من الزكاة لو جينا نبص كده يا أستاذي شام ربنا سبحانه وتعالى جعل لكل فريضة نافلة الصلاة الصلاة الخمسة جعل لها سنن نعم ويوم القيام ربنا يقول الملايكة انظروا هل عبدي من تطوع لو كانت الصلاة نقصة فإن كان في تطوع ربنا يقول أتم له صلاته من التطوع كذلك الزكاة فيها الصدقات الحج له العمرة صيام رمضان لأيام التانية النوافل وهكذا فكل فريضة ربنا جعل لها تطوع طب إيه الفرق بين الصدقات والزكاة؟ الزكاة رطنا من أركان الإسلام بني الإسلام على خمس والرسول ذكر منها إيتاء الزكاة أما الصدقات فهي عامة هي سنة بس عام ليه لأن الزكاة ليها مقدار معين ويحل عليها الحول وبتصرف في تمن أصناف ذكرتهم صورة التوبة في الآية رقم 60 اللي هي مصارف الزكاة مصارف الزكاة الآية 60 في صورة التوبة قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل دول التمانية الزكاة بتصرف في التمن مصارف دول لكن الصدقات أعم الصدقات بتصرف في التمنية دول وغير ذلك على كل إيه الناس الزكاة بتكون للمسلم تأخذ من أغنيائهم وتردوا إلى فقرائهم لكن الصدقات للمسلم وغير المسلم تجوز على الجميع تجوز للجميع بالنسبة للصدقات وده أعم في الجنة باب اسمه باب الصدقة زي ما فيه باب الريان فيه باب الصدقة باب الصلاة باب الجهاد باب الحج بر الوالدين فمن كان من باب الصدقة دعية من باب الصدقة هل لما يا عبد الله تعالى دخل من هنا باب الريان تعالى يا فلانا دخل من هنا الصلاة تعالى دخل من هنا سيدنا أبو بكر بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم وهل يدعى أحد من كل الأبواب دي يعني الأبواب دي هتندعى لحد ممكن واحد يكون مصرح لين يدخل من أي باق قال نعم وأرجو أن تكون أنت يا أبا بكر يعني ممكن الأبواب كلها تنادى على شخص واحد يدخل من أي باب هو عايزه وهذه الصدقات ربنا سبحانه وتعالى جعلها فرصة لمغفرة الزنوب لأن الصدقة بتطفئ غضب ربنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة في السر تطفئ غضب الرب والصدقات الصدقات كمان إن ربنا سبحانه وتعالى جعلها إن هي بتقيق نار جهنم الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه ما من عبد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة دون ترجمان يعني فيش وصة بينك وبين ربنا ربنا بيكلمه فينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم وينظر عن يساره فلا يرى إلا ما قدم وينظر أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجه فاتكو النار ولو بشق تمر يعني الإنسان ما يحتقرش صدقة صغيرة يا أستاذي شام يعني يقول لك تب أنا هتصدق بجنيه ولا باتنين جنيه ولا بخمسة جنيه ممكن الجنيه ده يكون سبب لدخولك الجنة ممكن لو مش فرق مع أكثر نعم رب درهم سبق إيه ألف درهم كذلك الصدقة دي بتنمي المال يعني بتزيده شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه سلاس أقسموا بالله عليهم هو مش محتاج لقسم ده هو الصدق الأمين الذي لا ينطق عن الهوى بس هو بيقسم ليه في المسألة دي لأن النفوس جبلت على الشح على حب التملق فالنبي عايز يعلمنا أن إيه تلات حاجات أنا بحلف عليها وهي إيه ما نقص مال من صدقة المال يا جماعة لما بنتصدق المال مش بينقص ده بيزيد وما ظلم عبد مظلمة فصابر عليها إلا زاده الله عزة وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فكر الناس اللي بتشحت وهي مش محتاجة أستاذ الشام خاصة في شهر رمضان وبيخضوها طبعا فرصة أو بيخضوها حرفة تجارة تجارة بنقول لهم ما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فكر ربنا يفتح لك أبواب هتصرف فيها أضعاف اللي انت خدت ده كذلك هذه الصدقة فيها دواء للجسم وللقلب